رابعة اسم تميز بالإرادة والصمود عبر تاريخنا الإسلامي اقترنا في هذه الآوين بتجاوزات في حق الإنسانية ترتكب على الأراضي مصر الشقيقة تحديدا في ميدان رابعة هذه الأحداث هي دافع شباب من ولاية السفاقس بادروا بتهيئة الحديقة المجاورة لجامع سيد اللخمي في حركة تضامن رمزي مع الشعب المصري اسم الزمائر الحية نحييكم هنا مساحة رابعة نحييكم نحن مجموعة من الشباب منظوين في جمعيات وبعض الشباب على المواقع الإلكترونية اجتمعنا حسين بالقضية المصرية قلنا أن هذه قضية عادلة يجب نصرتها وهي قضية إنسانية قاعدة تورق فيها الدماء لا يخفى على الجميع أن يسقط العدد الكبير من الشهداء قرابة الألفين شهيد أو أكثر في غضون ساعات فقررنا تضامن بمختلف الأشكال كنا قمنا بوقفة في مفترق اسفاقس هلفين في قلب المدينة في اسفاقس كذلك قمنا بتزويق هذه الحديقة وتنظيفها عن نتوى مدة أسبوع اليوم الافتتاح الرسمي يمتاح إن شاء الله على مسمى حديقة ربيعة وكذلك نتقدم بطلب رسمي لتوافق عليه الصلاة المعنية تصبح اسمها إن شاء الله حديقة رابعة العدوية أكثر من أسبوع هي المدة الزمنية التي استغرقها مجموعة من شبابنا لتهيئة هذه الحديقة التي اختلط فيها الأسود بالأصفر في إشارة إلى صمود الشعب المصري والأربع أصابع رمز ميدان رابعة إضافة إلى لافتات حملت مضامنها رسائل حزن وتضامن وصمود في الآن وقت كما يكرم شباب هذه البادرة شهداء ميدان رابعة في مصر وعرضوا صورهم تكريما لأرواحهم هذه البادرة تمت بتشجيع من السلطة ممثلة في هيكل البلدية التي سهلت عملها أولئي الشباب في انتظار تلبية مطلبهم الأساسي وهو تسمية هذه الحديقة بحديقة رابعة واطلاق تسمية رابعة العدوية على الحديقة كما تعرفون نسكول سمى تماشي قانوني لابد من اتباعه تماشي هذه هو يتماثل في أنه لابد أن يقدم مطلب في تسمية نهج أو طريق أو ساحة ويتعرض على لجنة صلب البلدية وثم ندرس المسألة في اللجنة هذه ويقع معناها اتخاذ القرارية أما باطلاق التسمية هذه كما هو مقترحة أو بيبقى على التسمية إذا كانت تسمية معناها سابقة أشخاص من مختلف شرائح المجتمع سجلت حضورها في الحديقة تلبية لنداء مشاعر عروبتهم وإنسانيتهم هذه تظاهرة شبابية ما عندها مبادرة منهم استدعونا بش ندعبهم ووجينا نشجعوهم إن شاء الله هي تظاهرة الحقيقة صفاقص في حاجة لها تونس في حاجة للأجواء هذه اللي تجمع بين تبني القضايا العادلة وبين صنع رموز جديدة للمقاومة والصمود في أمتنا وفي الدفاع العربية العربي وبين التنشيط الثقافي اللي فيه جانب من الطرف مسيندل الرابع مسيندل الإسليم وانت يا حاج سبب وجودنا هنا هو تشجيع الشبابنا حتى يتحول اهتمامه من اهتمامات دنيوية الاهتمام بالقضية قضية الأمة قضية الإسلام قضية خونة المسلم القاعد يتظلم ودم وسيل في كل مكان حسب أن الدم المسلم اليوم أصبح دم رخيص التضامن مع القضية المصرية هي أهم دافع لحضور جمع كبير من الناس لكن الخوف من تكرار السيناريو المصري على أراضي تونس هو دافع ضمني ملأ القلوب العديدة منهم لا سيما وأن بلادنا تعيش تقلبيات سياسية وتصعيدا بين الحكومة والمقارضة